كما أكد مدبولي استمرار الدولة في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار وكشف مدبولي عن وجود تكليف من الرئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة أخرى لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم عرضها على الرئيس لتوسيع قاعدة المستفدين نحن كنا حرسين لما حصلت الأزمة أن نأخذ بعض الخطوات وكانت توجهات فخامة الرئيس للحكومة أن نأخذ خطوات إضافية لموضوع الحماية الاجتماعي حضركم عارفين بكرنا موضوع زيادة المرتبات والمعاشات بدل ما كانت حتبدأ تطبيقها من 1-7 بدأناها من 1-4 الكلام ده كلف الدولة قد إيه في الثلاثة شهر دول لزيادة المرتبات والمعاشات ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية زودناهم وحطناهم في موازنة العام الماضي اللي فات واستوعبناهم علشان برضو نساعد المواطنين في مواجهة التضخم اللي العالمي اللي العالم كله ابتدى كان يعاني منه وياجه السنة دي مخصص ضمن موازنة الدولة 191 مليار جنيه للمعاشات اللي بيستفيد منها النهاردة أكتر من 10 مليون مستفيد من مواطنين المصريين النهاردة القرار اللي خدناه بزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لأن احنا نزود 450 ألف أسر جديدة بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4 و 2 من 10 مليون أسر وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها الحقيقة كان فيه توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة أن احنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية واللي ان شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وان شاء الله حنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة